حدث استثنائي للبنان في مقر السفارة اللبنانية في باريس على شرف السفير بيار ديوكان الزاهب إلى التقاعد خلال حفل التكريم الذي أقامه السفير رامي عدوان وسط حضور ديبلوماسي لبناني وفرنسي باريس وفي كلمة ألقاها أشاد عدوان بمزايا ديوكان والتعاون معه على مدى سنوات وتناول ديوكان الكلام بصراحته المعهودة ملخصا حصيلة عمله في لبنان وتوقف عند المراحل المختلفة ومن ضمنها سياسة العصى وجزرة التي اعتمدها واضعا أن يقاط على الحروف بشأن النزيف الذي يصيب لبنان وكيفية إخراجه من محنته وتطرق إلى الشعار الذي اتبعه أمام محاوريه منذ البداية والذي حمل أكثر من معنى حين قال لهم لن أترككم وقال بذلك أردت التأكيد على وقوفي إلى جانبهم ومن ناحية أخرى أني سأكون أيضا ودوما وراء ما يفعلوه وأكد المسؤول الفرنسي أن لا سبيل الخروج من الأزمة والنهوض من الوضع الحالي إلا عبر برنامج صندوق النقد الدولي الذي سيعيد الثقة ويجذب الاستثمارات الأجنبية لأن البلاد اليوم على الأرض وعبر ديكان عن أسفه الكبير وصدمته لأن أحدا لا يتحدث عن هذه الخطة كاشفا أن المشكلة تكمن في المسؤولين الاقتصاديين والنظام المصرفي وتوجه إلى الحاضرين قائلا أعرف أن أحدا لا يريد أن يتحدث عن الحقيقة وأعرف أن 80% من الناس مقتنعون أن أموالهم ستعود وأنها ما زالت في البنوك وهذا خطأ كبير لأن الأموال غير موجودة وكشف عن رفضه فكرة تنظيم مؤتمر سادر أربعة وأنه شرح الأسباب لسلطات الفرنسية وقال لأن المؤتمرات السابقة كلها كانت فاشلة بسبب تعاطي اللبنانيين معها وفي غياب الإصلاحات وقال ديكان رفضت الأمر لأنه لم يتم العمل على الإصلاحات ولا يمكن للمجتمع الدولي ضخ جزء من الأموال كما حدث بالنسبة للمؤتمرات السابقة والتي تم صرفها